موسيقى تحياتنا لكم من واتساب ميديا نتورك أنا شاف غيس يونس بحب رحب فيكم وما كنتوا عم تحضرونا وبتمنى لكم عيد فطر سعيد وإن شاء الله في الأيام الجاية بتكون أحسن على الجميع وأهلا وسهلا فيكم اليوم حنعمل شيء أكلي من وحي العيد اللي هو تعرفوا بالعيد نحنا عادة كلنا منتجمع والعيال والأولاد والكله بيتجمع ليعملوا أكل وبيتغدوا سوا بعد سيام شهر رمضان المبارك شاء الله لكم جميعا لكن اليوم حنعمل نحنا أكلة المندي بالرز البسمتي أكلة المندي هي أكلة أصلة يمني من حضرموت حضرموت على خليج عدن عندهم هالأكل كتير مشهورين فيها لأنه كمان بيتبخوها بتحت الأرض فنحنا اليوم حنتبخها بالفرن بس حنستعمل مواد يعني جدا جدا سهلة وجدا قليلة يعني عنا أول شي عنا رز البسمتي اللي هو الأساس وعنا لحم الغنم اللي هي فخدة غنم رو عند لحام اللي بدنا فخدة الغنم بقطع لكنيها اللي ممكن قطعها لأد كبيري ممكن قطعها أصغر شوي مثل هايدي هيك ممكن قطعها أصغر بعد بس مع العظم يعني سو لكن رز البسمتي كمان رز البسمتي في منه أنواع يعني سو أكيد أنتو وحسب ما أنتو معوادين كيف شو الرز اللي بتاكلوه بس أهم شي لكون الرز مخصول منيح سو هلا منيوصل لهالنقطة هايدي اللي هي قصة الرز وغسله من البهارات سو بيسك اللي هي الأساسة هو لحمة غنم أو الجاج بحسب انتو شو بتحبوه أو لحمة بقر كمان اللي هي مثلا كستاليتا سو رز بسمتي والبهارات سوف نبدأ بالمندي سوف نتغل على لحمة الغنم لحمة الغنم هي فخدة غنم مثل ما قلنا سوف نضع كركم أو عقدي صفرة أو تمريك سوف نضع ملعة هذه ملعة تمريك سوف نضع ملعة أيضا من البهار الأبيض هذه البهار الأبيض هي فرق كبير في هذه الوصفة سوف نضع رنفل كمان رنفل مطحون الرنفل هو الأساس طعمة الأكل كله تحم الصحن كله أساسه الرنفل سوف نضع مطحون كمان ملعة سوف نضع هون عنا كركم عنا بهار أبيض عنا خليني أخذ بريك صغير ونرجع موسيقى موسيقى نضع ملح نضع ملح ونضع بهار أسود نضع بهار ناعم لأنه يمكن أن يجعل اللحم تصير لونه أسود ثم نضع الكراكت نضع الكراكت لأنها تكون شقفة أكثر لا تعطي لون نضع البهارات منيح نضع نضع الكراكت على اللحم على النقشف نضع الكراكت نضع الكراكت نضع الكراكت لماذا الزيت هنا؟ الزيت لا يعطيها لمعة بالفرن بالفرن ستنطبخ على الرز لكن الزيت سيعطيها اللمعة اللي هي حتاخدها من أي دهن إن كان بتكنش زيت في زبدي ممكن تحطه زبدي كمان نخلي كل شقف اللحم كلها نضعها بالبهارات هلا في طريقة تانية في ناس ممكن تعملها لهيدي مثلا تحط ممكن تجيب بجات ونحط فيها شوية ماي ونحط فيها هود الابهارات ونخليها سائلة وننقعها فيها قبل بيومين هلا بما إنه حنعمل شو لايف ما حننقع هلا حنشتغل بطريقة الناشفة اللي هي هايدي مثل ما كلكم شايفين وهلا هون واحد شقفة مثل ما كلنا شايفين هون عم خلي البهارات على كل شقفة اللحمة من برا من جوا هلا برجع كمان منزيد الزيت وكمان عليهم هون شوية كمان نفس الطريقة هلا كمان شوية هيك هلا هادي اللحمة أخدت البهارات كلها اللي عندي ايهم هون مثل ما كلكم شايفين البهارات اللي حطيناها يعني كافية انه تقريبا عندي هون شي كيلو ونص لحم غنم يعني تقريبا شي باوند نحط اللحمة على جنب وهلا بدنا نشتغل بالرز خلينا نغير بس حب اذكركم انه اكيد بيع يعني ياريت منفضل انه لو بتشاركونا بالحلقة هايدي بلايكس بشير بأسئلة بشي ما ما فهمتوه مني بدكنيان يعيدو سويا ريت كلنا من نعم الانجاجمت بها الحلقة لانه حلقة كتير مهمة وصحا كتير 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 طيب يعني ازا بتحبوا الاكلات اللي فيها الرز والمنسف والخروف والشغلات هايدي هايدي من قطيب الاكلات من اشهر الاكلات ببلاد الخليج يعني المندي هي اصلا يمني بس بيعملوها بالسعودية بيعملوها بلبنان بيعملوها بفلسطين بالاردن بمصر بسوريا بكل الدول فاساسا المندي اليمني المندي اليمني عطول المندي اليمني بدوين عمل برز البسمتي رز البسمتي بدنا نغسله منيح تقريبا بالمطاعم بيغسله خمس مرات ست مرات ليصير ميته جدا نقيي ليش مشان ايا نشا فيه اللي بمكن يعمل الرز يخبص او يلزق هدا الشي ببطل يلزق وبطل يخبص الرز سو انا هون هيدا مخصول خمس مرات عادة بالرز بيعمل بالكركم سو نغسله منجرى منحطله مي منجرى منحطله ملعتان كركم كبير منخلييني منقوع نص ساعة عشان ياخد اللون الاصفر بعد غسله كله كله منغسله منشطه شاطف من الكركم ويبقى الماء كمان بيبقى الماء لونه كبير بس حبت الرز بده تصير صفرة هلا نحن هون هنستعمل طريقة تانية نحن هون هنستعمل طريقة تانية اللي هي الزعفران الزعفران بيلون بيطلع عنا الرز لونه اصفر وابيض مع بعضه ببشن الشكل الاحسن وطعمة الزعفران اخف من طعمة الكركم لانه عندنا كركم نحن قريبا على لحمة اللام اللي هنستعملها اعزقي حنبلش نحن هلق بالرز الرز بدنا نبلشه اول شي عندنا بصل سوه عندنا بصل حمرة بدنا نقصه بالنص بدنا نقصه مفرومي نعمل نبلش فيها سواء جان نعمل هيك سواء اكلنا هيك ان شاء الله بدنا اكتر من هكتر من هكتر من هكتر بصل هذا الرز بدنا نبلش فيه واكيد عجم بالبصلة بدنا نقطع بدنا نعمل كمان حصين توم اذا بتحب التوم اما بتحب التوم كمان مش ضروري هيدا الشي بس انا متل عادي بنعمل التوم هيك بنخبط ونفس الوقت مرجع من قطعه هيك نخبط برجع من نعمه نحن هلأ بدنا نولع الغاز نولعنا النار هون اساس الرز هو البهارات اللي نحن بدنا نشتغل فيها عندنا بهارات صحيحة وعندنا البهارات البودرة اللي استعملناها على لحمة الغنم نحط شوية زيت هون بنشتغل ببهارات صحيحة بهارات صحيحة عم نحكي يعني عندنا هون عود قرفة لدينا حب هال حب الهال كما كنا شايفين اكيد سوف نكسره لدينا اربع خمسة حبات هال معه لماذا نقليهم بالذات لانما نقليه بالذات ونطلع حرارته شوية للصحيحة بصير يطلع الزيت والذات اللي نستعمله كتوابل بديو اكيد بديو يطلع طعمه بالرز اللي نحن بدنا اياه يكون طعمه كله من هذه الشغلات الغنية والصحية بنفس الوقت كمان بدينا نحط نحنا بهار اسود خشن ممكن تحطوا بهار الكورن كله متل ما هو كما تشافتو بلش يطلع دخان هون بلش يطلع الريحة تبع العشاء تبع البهارات كمان عنا كبش القرنفل او الهاء او المصمار كمان بيقلولو وعنا بدنا نحط ورق غار هوا ورقتين غار وهو دي هنة كما تحب هال ورق غار بلش تتفقع لانه ورق الغار حطيناه الفراش مش حطيناه الناشف اعزقي هون الريحة صارت رائعة هلق هون شو بنا نعمل بنا نحط البصلة نحط البصلة من الصوت ومنحط التوم اوكي نقل البصلة مع التوم مع الهال الله ريحة كما كلنا شايفين هم تتقلل نخفف النار شوية صغيرين نحن ما بدنا نحترق بدنا نضل كل شي طعمته بدون حريقة نحن نضع هنا اكيد الرزم المقلنا نحن مخصول في هالوقت نحن في عنا الزبيب الآخر نضع الزبيب على وجهن الزبيب أنا اضعهم ببول صغيرة يستعمل أسود ويستعمل الدهبة ونقعوا بشوية ماء يورد ونقعوا النار ونقعوا النار لوقت اللي بده تخلص الأكل ونضعهم على وجهن ريحة الموارد هلأ كتير حلوة اعزائي المشاهدين هون مثل ما كلنا شايفين حطينا كل البهارات الصحيحة وحطينا ورق الغار وحطينا البصل والتون وحطينا القرنفل القرنفل هو كتير مهم للي عنده سكر يريدون ينزل السكر القرنفل يضع مع الشاي وينزل السكر وينزل الضغط كتير صحيحة اكترية الأشيحة اللي حطينا هون صحية اكيد متل ما بتعرفوا كمان السينما العود القرفي كمان بيشربه مع الشاي كمان بيهد الأعصاب يعني كل البهارات وكل الأشيحة اللي بيستعملها بمطبخنا نحن الحمد الله صحية ويتفيدنا يعني اذا منرجع له نحن اذا ما نداوى بالأعشاف بينا نرجع لها الشغلات واكيد هذه الشغلات كتير صحية وكتير بتناسب يعني اكلنا وحياتنا اليومية اللي هي باست على الأكل طبعنا سؤالك ان الرز هون بلشت بالأعزائي المشاهدين هلا نحط الرز انا حطيت رز هون حطيت ثلاث كبايات رز ثلاث كبايات رز مثل ما قلنا قبل اي نوع رز انتو بتحبوه اي نوع بسمة رز بتحبوه ما في اي مشكلة بتستعمله ما في نوع معين اوكي نحن نقوم بتحبوه نحن نخلي الرز ياخد يتعشق هالعطر وهالتواب الكل اللي حطيتناها فيها اكيد نحط ملح ملح شوي هون ملح حسب الرغبة حسب الطلب في ناس ما بيأكلوا ملح مشان امراض معينة كما شايفين هيك اوكي ما شايفين يعني اوكي المسي نحن نضع مى نحن احنا جمع ثلاث كباية مى ثلاث كبى بتحوض المى حتى نضع فوق هون اوكي مى اوكي اوكي ثلاث كبية رز مع عربعة ماي وأكيد حطينا البهارات بالأول الصحيحة وحطينا رز البسمتي وورق الغار والبصلة والتوم هلأ هايدي أنا ما عاش بدي أطبخها هون بدي أطفى عليها النار هلا بدنا نطفى النار على هايدي بدنا نعمله نحن بدنا نحط صينية نجمع نجب الصينية بدنا نعمله بسي اختار بسي اختار فأنا استعملت أي رائعة من أجل او لو عندكم انتو كمان سونية غميئة فتنفع لذا اضطينا ورق الزبدة او البارشمينة لكن هون هنلا بنا نفضي هون الرز مثل ما هو بالبارشمينة الرز هون رفعوا هايك نحن نعمل ورقة الزبدة على الميلتين من هون نخليه لحدود بشكل انه يضل الماء ما ينزل على الجناب هل في سوينة نحن ممكن نشتريها من الستور ممكن تجي صونية مثل ما هي بيجي فوق رف مثل ويرز هال ويرز هاودي ممكن نستعمالها نحطها فوق الرز ونحط اللحم عليهم نحن نحط اللحم الغنم على وجه نحط اللحم هايك نوزعها على وجه نحط اللحم الصينية ما هي السبب نحن نعمل هايك نحن بدنا بدنا لحمة الغنم تستوي من البخار تبع الماء والرز هالطريقة بتطلع كثير 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 خصوصا اننا بدنا نحطها بالفرن لوقت شوية طويل لكن هايك مثل ما كنا شايفين حطينا ورقة زبدة او بارشمنت بايبر حطينا الرز اللي عملنا انا وياكم بالطنجرة قبل هلا ارجعنا حفظ ضيناب الصينية حطينا فوق لحمة الغنم هايك اهم شيء بما اننا حكينا اننا بدنا نطبخها بالستيم بالبخار فلازم تكون مسكرة كثير منيح بشكل ما يكون في عندي اي تهريب للهواء ولكن اجان نحط ورقة تانية كمان من ورقة الزبدة نحاول قد نضعها من داخل نسكر فيها نسكر كله كله بشكل ما نخلي اي هوا يمرق هلا بنفس الوقت بدنا نستعمل ورقة الالمينيوم الالمينيوم فويل سولاكن الالمينيوم فويل بس خلينا نعمل شغلي قبل بالنسبة لهون في الزعفران نحطه نحنا بس هك شوية كمشي صغيري من الزعفران بقلب الماء ما بنحركه ما بنعمله شيء بقلب الماء بقلب الماء ونحنا كما نعرف الزعفران هو بهار كثير غالي وسبب الغالة بهار الزعفران هو انه اليد العاملي اللي بتقطفوه ما بنقطف إلا يدويا لأنه زهرة الزعفران هي زهرة كثير رقيقة وكثير دلكت لنعملها لازم يقطفوها يدويا وكل نص كيلو زعفران بقلب 75 ألف زهرة لذلك وهذا الزعفران هو من أغلى البهارات أو من أغلى التواب اللي نحنا نستعملها وكما بنفس الوقت بسبب نوافعه له نوافع كثير 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 مهمة لرجال ونساء بنفس الوقت سوء عزقنا المشاهدين متل ما كلنا شايفين هلأ رفيناها بالاليمنيوم بدي اتأكد انه من كل الميلات مسكرة سوء عزقنا كله 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 مسكرة سوء عزقنا هايدي الصينية متل ما هي نحنا الفرن بدي يكون حامي على درجة 400 فهرنهايت وبنفس الوقت بدي تاخد تسعين دقيقة اللي هي ساعة ونص واكيد نحنا برنامجنا مش هلقدي مش هلقدي طويلة يخد معنا ساعة اللي قدر نعمل ساعة ونص فاللي عملته انا عملت واحدة قبل بوقت وجهزته فهلأ متل ما هي هايدي هلأ بنحطها بالفرن وهيدي كالتاني الجاهزة هلأ منطلعها فهلأ اللي احنا البدنا اياه هايدي بدي تروح على الفرن وبدنا التانية تجي من الفرن اوكي هلأ اوكي عندنا واحدة تانية مقلة تانية على النار كمان شوية زيت هين قط في شوية تحت هلأ هايدي اللي بدنا نعمله هون هو اللي بدنا نعمل الطابينج منطلع صنيت الرزو اللحمة صنيت المند وحتى ناقينا بصول هلأ البصلي احنا هون فينا نعمله البصلي احنا هون فينا نعمله جوانح كما كنا شايفين انا قطع البصلي لك هون لنحنا نقل يبقى تجربة قليلة نعرق هنا نقص 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 أريد أن أضعها هنا أريد أن أستعمل اللوز أعزائي المشاهدين لدي اللوز نقول لنا بلانشت هذا اللوز مقشور ومقطع جوليان بالنسبة للوز إذا لم يكن لدينا اللوز مقشور نأخذ اللوز بقشره ننقعه تقريباً نصف ساعة بمي سخنة نرجع ونشيله ونكبسيك كبس صغير ونقطعه كما كنا نرى لكن أنا هنا مستشهل قصة أضع التوم، أضع بصل، أضع اللوز وهلأ هنا أرنان فلفل حر ونقطعه كبيرة لماذا يكون قصة شقف كبيرة؟ قصة شقف كبيرة الكرمال لأنه يعطي طعمة لكل المحتويات اللي بلشوا اسمه وفي نفس الوقت إذا أحد أريد أن يأكل منه أو أحد أريد أن يأكل منه وإذا أريد أن نخفف من الحر أكيد أن نفتحه ونضع البزر ونضع البصل والتوم، واللوز والحر أريد أن نحمره لأنه يعطينا لون على حمار كرمال يظهر من شكلهم جميل كما كنا نرى هنا ونتحمره الصينية أين صارت؟ حسنا 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 أعزق هذه الصينية طلعت من الفرن بعد ساعة ونصف حسنا ونضع قدامنا حسنا سوف نضع البصل حسنا لأنه يجب أن يظهر شكله جميل لكن الآن نضع الزبيب ونضعه بالمورد ونضعه كما كنا نرى حبة الزبيب كبرت وريحة المورد رادي بالمقلة والله السيديو كله عبق ريحته سوف نخفف شوي النار هون بهالوقت بدنا نفتح هون هين هاي دي بس حطه عجنا هون يتبع 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 كاميرا قليلا سوف نضع كلهم نضع على جنب اللحمات عجنا بشوي تطلع بإيدي عدمة مستوية ساعة ونص وقت كتير كتير تمام لقلو بدوا ساعة ونص تقريبا كما كنا شايفين اللحم هون كنا عم تطلع معي عدمة مستوية ساعة ونضع عجنا بشوي أكيد هلأ بدنا نسكو بالرز نشيل الشبكة اللي حطيناها هلنا شايفين الرز هون أكيد بدنا رز البسمتي بدنا ننفشه شوي هيك شايفين اللون ساعة عندك الأصفر وعندك الأبيض مع بعضهم وأخدين أكيد كل الدهن تبع الغنم اللي كان فيه أخد نزل معه وهي ده هلأ نكهتوا مع البهارات اللي استعملناها مع كل الاشياء اللي استعملناها نكهة صارت هون رائعة ساعة لكنا بدنا نسكوب نحط أكيد نص الصينية ونفس الوقت ما ننسى هود نقلبهم هنا هيدا البدنا إياه هاللون اللي فيه السير ونضف تحتهم هون ونضف تحتهم هون مجاهزين نكيد منكمل اللي لديك هاللون المجاهزين لنضف تحتهم المجاهزين لنقلب المجاهزين لنقلب المجاهزين لأي اكلة عطول ما نجعل الفريم تبع اسمه تبع الصحن او تبع اي وعه بدنا نقدم فيه الفريم تبعه يكون نضيف مثل الفريم تبع الصورة الصورة عطول من يرسم بقلب الفريم عطول من جوه نحط اكل من بره عطول ما نجعله يبين ويظهر مثل ما كنا شايفين الرز البسمتي هون طالع كل حبة واختة مثل ما كنا شايفين هيك بقولوله كل حبة واختة وحط هلا انا بس ايدي شوية بردة شوية المورد مية المورد اللي عملتها برد شوية هون وكيد النكهة رائعة نملح شوية عيد بس مهي اوكي حسنا لدينا سؤال شو هو افضل نوع رز بسمتي التي يمكن نستعمله انا بدور وان في رز بسمتي ايراني ام ساري باكستاني هندي اذا كان هناك محلاتنا في بناطقنا اللبنانية فيه موجود الهندي وموجود العراقي وموجود السعودة هناك كيس علىه مثل تاج لا أستطيع أن أسمي أسماء هنا لكن هناك كيس علىه تاج هذا من أهم الذي يأتي الكيس لونه مثل القماش مثل ما كنا شايفين رز بسمتي وضع لحمة غنم على الوجه مثل ما قلنا قبل ما بدكون لحم غنم فيه نحط لحم الجيش لكن هاو دي كلهم على الوجه هيك كله كله حواليه أكيد هيك طمام أنا هون جايب في نعنى على الفرش نعطول بس نقول غنم ونقول نعنى بس نقول غنم ونقول نعنى مثلا لامت شابس هم بيكلوه كتير مع مينت مينت ساس مينت جيلي ساس اللي هو سويق و مينت نحنا بشتور ما اللحمة اللي فيها غنم بحطوا كمان فيها نعنى مع البقدونس بس أندوشات يعني عزائي المشاهدين انتو وتحبوا النعنى مثلا وتحبوا الحبق وتحبوا الحبق وتحبوا البقدونس يعني أي شيء أي شيء أخضر تستخدموا بيه مثلا ممكن تحطوا القناة اكيد شكل النعنع احلى لانه عنده الروس طبعا النعنع بيجوا مثل التاج هيك وبيجوا منظرهم كتير 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 حلو سولا كانت الماكينة شايفين من نظف اطراف الصينية انا برايي انه ما في اسهل من هيك ممكن تعملوا واجبة وليمة لعشرين شخص ما بتكون لخمسة وعشرين شخص لخمسين شخص بس بتزيدوا كمية الرز كمية اللحمة وكل شي تاني نفس البهارات نفس المنكهات نفس الاعشاب اعزائي المشاهدين مندي اليمنى اختصاص حضراموت عملنا هون عنا بستيديو ميديا thank you so much for watching واكيد هلأ نحنا بنعرف ان نكمل معكم مع القشطة كلنا بنعرف شو القشطة كلنا بنشتري القشطة 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 الاصلية بدنا نعملها نحن عطول بدنا بيعملوا القشطة بدي اكتغل الحليب وكلشوية بدك تقش وجه والحليب كلشوية بديك تقش وجه نحن عملنا بالنسبه للمطاعم وبنسبة للمحلات اللي بيشتغلوا دايلي يوميا بهالشي اللي هو الاشطا فكررنا انه اكيد بنعمل فين نعمل شي تاني احسن واسهل و بنفس الوقت نفس الطعمي وحتى احسن سلكن اعزائي المشاهدين حنبلش نحن هلا انا وياكن نعمل الاشطا اللي هي نحن منكلها بالمطاعم ومنكلها بالمحلات العصير مع الاشطا والعسل والفواكي يوم حنعمل الاشطا بالعسل والفواكي خليكم معي موسيقى 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 ألته احسن نحن نعود حليب كامل الدسم حليب كامل الدسم نحن نعود كريم هافا هاف نحن نعود كريم كريم تقيلة وعنها كريم الخفيفة هافا هافا اللي بيكون نصف دسم ونصف لا نحن بالنسبة للعيارات اللي عندي هون اهم شي لعيارات مثلا جلن الحليب نحن بدنا ربعه ونحن بدنا ربع جلن حليب نحط بالطنجرة ربع جلن حليب ربع جلن حليب وبدنا نحط ربع جلن من الكريمة الفرش وها عندك اشعر كمان واحدة تانية كريم الفرش واكيد اخر شي بدنا نحط اللي هو الهافنهاف اللي هو فيه نص دسم ما فيه ما قدرتوا تحصلوا على هافنهاف فيكن تحطوا نص الكمية من الهابي كريم ونص الكمية من الحليب العادي فهيك كمان بهالطريقة بتكونوا عملتوا نفس الشي تقول لك ان هيدا كمان كورت تاني من الحليب هلا نحنا النار شغالي عليهم بس نحن ننتبه عطول وان احنا عطول بس نشتغل بس ننخفف النار بس نشتغل بالحليب ان نحرك مشان ما يحرق ويشعط وضغري بيحرق الحليب اكيد كل ستات البيوت كل الناس بتعرف انه الحليب ضغري ويشعط فبننظلنا شوية شوية عم نحرك فيها سأقول لك ان نكمل عنا هون اكيد متل ما كلكم بتعرفوا انه بس نقول الاشطر مش الاشطر مش الاشطر وانا نعملها احنا اكيد بالخبز الفرنجي اللي هو الوايت توست سأقول لك ما نجيب الوايت توست منشيل طرافه نبين للكاميرا هون شوية كل شي هدا البني بدننشيلو ما بدنا اياه لانه بيعطي اللون بصير في عنا شقف هايك بنية بقلب الطنجرة ما بدنا اياهم سأقول لك ان اجان كل هدا البني منشيلو مننظفه مظبوط ونحطهن فوق الحليبات والكرامة اللي قرية دي حطينا هون نكمل لانه يخلص معنا الكيس كل الكيس من هاودي بده ربع جلون حليب بده ربع جلون كرام فراش وبده ربع جلون كرام هافا هاف كتير هيني ونكمل نفس الشي لان خلصهم كمان واحدة تاني هون نفس الطريقة هاودي بدنا شي يزمط هاودي 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 كل هاتف لانه بشكل عام وزارة الصحة بامريكا ستقول لك انه ايا شي جاهات لاشيجه يعني مثلا عم نعمل احنا صلطة الخضرة عن الصلطة لازم نكون ابقا بسين لانه في ناس هيكلوها نيية فمشان هيك منلبس مثلا نحن احنا عم نحضرمثلا عم نقص نفس الشي مندورة بس عم نقصن بس عم نطبق فيهم هؤدي بدهن يخترقوا على النار بدهن تصل درشة الحرارة كتير عالية فأكيد اي شيء ممكن تلقطه من ايدك رح يكون مطبوخ لكن اي شيء مستعد للأيدي نحن لازم نكون لابسين جلوس سواء منطبخ بالبات لألنا لعائلتنا لأولادنا لمن مكان لكن اي شيء يريدون انطبخ حتى لو تجاج بايدغ مش مش مكش لكن اكيد ستغسل ايديك مراهن بالصابون كتير منيح خصوصا هالأيام نحن اللي نضلنا على نغسل ايدينا لكن هلا نحن عنا وضعنا حليب ربع جلون حليب ربع جلون وكيس خبز ويد توست هلا نضح كمان ربع باوند من النشا ربع باوند يعني هادي ملعة هادي اثنين هادي ثلاثة هذه أربعة وخمسة وهي ستة ستة ربع باون مش كتير لأنه بيجي للنشا كتير فلافي سوء ما بيوزن ومشان هيك ما بيوزن سوء خلينا نكمل لكن حطينا نحن هون النشا حطينا الخبز حطينا الحليب حطينا الكريم فراش اللي هو هابي كريم وحطينا الهافن هاف كما كنا شايفين عن بحرك 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 هلأ سكر نحن ما بدنا اياها حلوة لأنه قادرنا نقشطى حسنانا نحلها بالعصر والالغة والحلويات الراحة منجلنا نحن فقط جميع الكريم وهي ديينخر فراش يحتونا هنا فما ليصدور سيف Cherite نحن نحن ند안� سكر لا يحدث سيفصة قلينا نطبق القلب علي ضبري ept seaweed بها الطريقة نحن هاكل هلأ عنا القشطة عم تتحضر بدا تضل على النار ونحن نحرك هي على النار ونحن عم نحرك اكيد في بعض عنا الشي الاساسي بالقشطة هي المورد بس اكيد متل ما قلت قبل بالحلقة الماضية انو اي مناكهات متل المورد متل المزاهر هالشغلات هادي او المانيلا بنحطهم بالاكل بس يكون الاكل صار رادي صخن لا يلقط لا ياخد الفلايفور اللي احنا بدنا نعطيه من المورد نحن نحن هلأ بدنا نضل من تبهين ونفس الوقت عم نحرك اذا بتتركها شوية وتخفى عينك عنا شوية احترقت وكبعناها كلها بالزبال ونحن ما بدنا نحشي نحن عم نعمل شي كلمة لنحن والعيلي ناكل بالبيت نفس اكل اللي عم ناكله بالمطاعم ونفس القش اللي عالم عم نجيبه من المطاعم نحن بهالوقت القشطة عم تتحضر شو بدنا نعمل بدنا نحضر الفوكي اللي بدنا نعملها للقشطة اكيد نحن بس نقول قشطة وعسل بدنا نحط معهم قشطة وعسل ونحط فوكي حانا عندنا نحن عندي فراش ريزبري لنوع التوت عندي البلو بيري اكيد عندي باناناز وعندي سترابيريز سترابيريز نحن اللي بدنا نعمل لكا بدنا نقص سترابيريز كما كنا شايفين من قص سترابيريز هلا نعملهم سليسي كما كنا شايفين سليست السترابيريز اكيد اجان برجع بذكركم اذا بتحبوا تشاركونا باي باي اكتراح عندكم اي سؤال عندكم اي شي بتحبوا تعرفو عن الطبخة اللي ارادي عملناها الماندي او عندكم هلا اسئلي عن عن الاشطة بليز تواصلوا معنا وقال بي مور دان هابي اكيد لا جاوب عكل اسئلتكن ونحن اكيد برجع بذكركم نحن كل تلاتة الساعة اربعة ونص على واتساب ميديا شو الاخبار نحن الحمدلله وردون جاوب هون واكيد نحن كل الحلقة بدخلال دعمكم من خلال تواصلكم معنا اكيد ممكن ممكن هالشو يصير احسن واحسن وبالنهاية عم نعمل اكلات يعني نفس الوقت ترديشنل نفس الوقت ما فيه انا عم حاول اعملها بطريقة صحية وبطريقة سريعة بشكل ما تاخد معنا ما تاخد معنا يعني وقت ولا تاخد معنا اي مجهود يعني ممكن انت يكون انت وعم تشتغلي بالبيت وحطها الطبخة مثل هذه المندي يعني ما هي كل ساعة ونص ساعة ونص بالفرن هذه كل الشغلة نرجع لشغلنا هون نحن عم نقطع السترابريز ردي قطعنا استرابريز اناف الموزي نتركها شوي لتخلص اسمه الاشطة اوكي لكن نكمل على الاشطة هلا نحن عطول نحن عم نحرك اي شي فيه حليب منحاول قدم فينا انه ما ندقر كعب الطنجر لانه كعب الطنجر مجرد مجرد مجرحنا جرح صغير شعطت وعطت الطعم وكل شي اخترق معنا وراح كان اجان نحرك نحرك اهم شي الحرك بالاشطة نحرك الاشطة هلا عزائل المشاهدين نحن نحن هلا هادي تقريبا نحن تاني حلقة نحن وياكم بشو الاكل اليوم بالنسبة للأيام اللي جاي اكيد هنكون من كل حسب كل من الوحي اي مناسب مثل هلا نحن عم نعمل من وحي العيد ممكن الاسبوع اللي جاي نعمل شي هلا الاكلات انتو تعودتو تاكلوها بمحلات مثلا واكل مثلا مثل او مثل اي شي تشينيز او اي شي اي شي اتاليان باستا او اي شي انتو عندكم اي اكل انا بالمطعم انتو حبين تعملوها بالبيت وما ام انتعرفوا كيف اكيد فيك تتواصلو معنا اكيد ممكن نحن نعمل حلقة خاصة عن هالشغلات عن ملكي اتالي باسترامته مثل اي ادي اتالي باسترامته اي اي اتالي باسترامته بعض الوقت وانا بروح مثلا كلمان لصحن معيا انا ممكن اطلع اعطيه البصحون وبصحون ان شاء الله هتكون طيبة وكل شي بس كمان بنفس الوقت اذا انتو بتعطونا اي اقتراحات هذا الشيء نحن نقدم لكم صحون اللي انتو بتحبوها واكيد نحن شغلات كمان نحن بنحب نعملها دايما اجان مثل ما كنا شايفين هنالا كل شي هون هيدا اللي حطيتو كله سوا بدو اخر شي يصير شقفة واحدة بدو يصير يغلي وياخد مع بعضه الطعم اللي نحن بدنا اياها مع المورد ايام تروحوا على محل العصير بيحطوكم افوكادو مثلا بيحطوا عوجه قشطة الافوكادو هوا الافوكادو درينك هدا كلنا مثل البناني بيعملوه هون بيطير كلنا بنعملوه هوا الافوكادو وحليب وسكر وشوية ايس ونضربوهم بالبلندر هنالي يحطوا معهم بنانا ممكن البنانا يمرمرها حسب انت شو بتحبي البنانا ولا لا بس عادة السيمبل هو الافوكادو حليب سكر وهي ونضربو بالبلندر يتطلع عندك الافوكادو وأكيد يضعه على وجه أشطاء وعسل فواكي وبيستاشيو مثلا نروح بدنا ناخد مثلا سمتانس بقلوله الكوكتيل الشقف اللي هو كمان نفس الشيء قطع الفواكي اللي هي مثلا ممكن تكون بلوبرز رازبريز بانانا ابل باينابل مانجوز whatever you guys want كيوي نحطوا بقلبهم بنحط شوية سترابري جوز ممكن ينجب فروزن ونضرب بلندر سترابري جوز كمان نفس الشيء المانجو جوز نفس الشيء هودة الفواكي شوية أشطاء عسل ونطس ممكن نضع لوز لوز مقشر منوع بالماء ممكن نضع سنوبر ممكن نضع مستقل حلبة فكل هودة ممكن نعمله بالأشطاء كمان الأشطاء ممكن نعمل فيها أشطاء وموز وعسل ممكن نجلب بانكيك عادي البانكيك العادي نضعه أشطاء وموز وشوية عسل من اللفة مثل هودة اللي بيعملوهم مثلا القطيف كمان أشطاء وموز وعسل غير الأشطاء العاديل بس بس بحط عليها لكن الأشطاء هو دش هدا يعني كل العالم بتستعمله بكتير كتير كتير اشياء خاصة لدينا بلبنان وسوريا وفلسطين هالدول هايدي أكتريت حلوياتنا معمولة بالأشطاء مثل ما كنا شايفين هون هايدي عم تشد بلشتشت ليا لأنه كل الانجريدين سالا الرادي نسجموا مع بعض وكلهم صاروا شقفة واحدة بطلت تعرف إذا في خبز ولا شو ما فيه أهم شيء نحن نحط الخبز ليضلوا فيه عندك الإحساس تبع الأشطاء هلأ بالآخر هتشوفوا كيف هالطعمك أو كيف هالشكل بدي يطلع معنا مثل الأشطاء بس أكيد بدي تتبرد موظبوط الأشطاء اللي تتطلع طيبة اذا أعزائي المشاهدين بعدنا عم بيحرك فيها وهي بنفس الوقت عم بتشد هون بدي خفف شوي أنا النار بس أجان مثل ما كنا شايفين هون موظبوط الأشطاء بلشتل من هون على الجناب كلها تغلي وتعمل فقعي هوا هلأ 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 نزيد الماء ورد ماء ورد هلأ 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 ورد ريحة الضيعة كلها بتصير ريحة عورد جوري فتخيلوا هلأ انتو خطين انتو مورد طنجرة صغيرة لكن هيدا القشطة خلصت بدنا نعمله هلأ فتخيل انت فيك تعمل قشطة بضرف 15 ديئة انه هيدا شي يعني هين وسهل ونفس الشي طبع المطاعم شغل المطاعم بدي برد شوية انا هون القشطة نجيب بس بعض شعفة تانية يلا هيدا صغيرة نسو لكين هون شوية بس شوية نخليونا عجلال بخشان يبردو اكيد اي شي بتكن تعملو انتو بتحطو بتفردو بشي هيك مش غميق بس مشين دغري نسرع عملية عملية بتبريد اكيد فينا دغري هيدا من هون حطة بالبراد ما في اي مشكلة بيقولك بتحمد اذا حطيتها صخنة لا ما بتحمد اذا حطيتها صخنة بس همشي انه كل شوية تفوت على البراد تفتح البراد وتحركهم تحركهم كرمال ساعتا يضلوا باللي جوه يطلعوا لفوق واللي فوق يطلعوا انزلوا لتحبش و بشكل انه يضلوا يتبردوا لكن هلا كما كلنا شايفين اشطة عم تبرد هلا كما تبرد كلما بدا تشد بس هيدا هيدا التكشور تبعه هي هيدا اللي احنا بدنا اياها سو خلينا نحنا نشوف انه نحنا هلا عم نعمل تقديم يعني مضطرين انه ما ننطر لتبرد بس هي ضروري تبرد ضروري جدا تبرد قاتل ضروري جدا ضروري جدا كمان شوية بلوبيريز كمان شوية بلوبيريز كمان شوية بلوبيريز اوكي هلا كمان منكمل في عندي هون البنانا كمان البنانا نفتحها نشيل كمان نفس الشيء قطع بلوبيريز كمان على الوجه كما تمكننا شايفين بعد ان هون اذا بدكم كمان او اذا بدكم هنا نحط اكيد الافوكادو اشري اشري هيك كمان نفس الشيء من القصة سليسيز كمان نفس الشيء اشري 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 هو العسل كل ما كان العسل منيح كل ما كانت القشطة ستطلع طيام انا هون استعمل عطول عسل نحن امريكا كتير مشهورة بالعسل واكيد جارنا كان كلنا كان في البلد كان لديه عسل الأطياب العزيز عزائي المشاهدين مثل ما شايفين هون عنا أشطة مع ستروبيريز مع بلو بيريز مع باناناز مع أفوكادو كل ما بدنا نعمله هون بس ملعة وبنأكل عزائي المشاهدين اليوم قدرنا نقدم لكم صحنين يعني مشهورين جدا وبنفس الوقت بطريقة كتير سهلة وطريقة كتير سريعة المندي اليمني الحضراموتي المشهورة فيها حضراموت بمنطقة اليمن والأشطة اللي نحن مشهورين فيها في لبنان أشطة والفواكي والعسر مثل ما قلنا قبل نحن مفتوح باب الاقتراحات يعني شو عندكم انتو صحون بحبين نحن نطبخها الأسبوع الجاية شو عندكم أفكار لقلنا نعملها الأسبوع الجاية اليوم ما كان عنا ولا ضيف أنا قلت اليوم أنا بتتعامل معكم أنا وياكم لحالنا لاخد وجه عليكم شوية انتو تاخدوا وجه علي شوية نحن مكملين معكم أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع وأكيد من واتساب ميديا شو الأخبار اللي هي القناة اللي هي قدرت تفرض نفسها وتفرض حالها بمنطقة ميشيغن والولايات التانية بوقت كتير سريع من خلال السوشيال ميديا أكيد أكيد يعني بقللهم جريت جاب لأنه بإذن الله القناة إلى مستقبل كتير كبير ومن خلال دعمكم من خلال تواصلكم معنا أكيد نحنا بنكبر وأكيد نحنا بنوصل نحنا وياكم لمطرح ما بدنا أعزائي المشاهدين أنا بشكركم بشكركم كتير أنه تابعتونا اليوم وبشكركم دايما إذا بتعملونا شير وبتعملونا لايك وبتعملونا كومنت وأكيد معكم الشيف غيس يونيس من واتساب ميديا فود نتورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا رز برياني وأمصار رز البسمتي واستعملنا لحمة فخدة الغنم للرز استعملنا بصلي وأتوم وحطينا بهارات صحيحة حطينا هيل وحطينا سينامون اللي هو عود القرفة وحطينا المسمار القرنفل وحطينا البهار الصحيح للبهار الأسود بالنسبة للأحمة الغنم حطينا عليها بهارات مطحونة حطينا عليها كركم حطينا عليها هيل مطحون حطينا عليها قرنفل مطحون وحطينا عليها بهار أبيض وملح والأشطة مثل ما كلنا شايفين الأشطة كمان حطينا حليب حطينا حليب كامل الدسم حطينا هاف ان هاف وزبدة ونشا وخبز أبيض توست وأكيد لما خلصت تشدت هلا بس كلما تبرد كلما تشد ونحط عوجها في وكل هنه رازبري بلوبرز أفوكادو وبناناز وأكيد ما ننسى العصر وأهلا وسهلا بكم وحسن أكيد نArezo ناغنة الساعة 5 Также الساعة البرنامج ما هي الأخبار حنكون عنا برنامج شو الأكلي اليوم أكيد بتواصلوا معنا هلا بهالوقت هدا على رقم التليفون اللي حيزهر قدامكم على الشاشة تواصلوا معنا وقلوا لنا إذا عندكم أي اكتراحات وأي ركومنديشن لأننا شو بتحبوا أنتو نحن نعملكون بالحلقات اللي جاية تانكيو اجان تانكيو فوروشن اجان سوتقيلة كتير ممكن بس اجان بشكركم جميعا وكل عيدو أنتو بألف خير وإن شاء الله منشوفكم الأسبوع الجاية تانكيو تانكيو